نروح نكمل مع حضراتكم أخبارنا وصارة نروح للجنة الثلاثية لإدارة التحاد الكورة اللي جددت رفضها أن هي تسدد المستحقات المتأخرة للشركة المنفذة لتقنية الفيديو في الدوري المصري رغم مطالبة الشركة بالحصول على 150 ألف يورو بحد أقصى مفروض يوم 1 فبراير اللي جاي وفي حال عدم السداد هيتم إيقاف تطبيق التقنية في الدوري المصري وفقا لما أكده مسؤوله الشركة لاتحاد الكورة في اجتماعه الأخير يمكن حضراتكم كنتوا عارفين كنتوا متابعين مع بعض الفترة الأخيرة كان فيه توطر في العلاقة بين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكورة والشركة المنفذة لتقنية الفيديو في الدوري المصري بعد ما اعترضت اللجنة الثلاثية على بعض شروط الاتفاق وتحميل اتحاد الكورة الشركة المنفذة مسؤولية طبعا بعض استلبيات في تطبيق تقنية الفار زي مثلا التسلل وغيره اللجنة الثلاثية باتحاد الكورة بترفض سداد المستحقات شركة الفار قبل إرسال باقي المعدات المطلوبة وده اللي بترفضه برضو الشركة لأنها متمسكة أنها تحصل على مستحقاتها المتأخرة أولا واللي بتقدر زي ما قلت لحضراتكم ب150 ألف يورو بجانب توقيع العقود وده اللي تسبب في أن الموقف يتأزم الفترة اللي فاتت وبرضو الشركة بترفض أنها تتحمل مسؤولية مشكلة ضبط التسلل دي مؤكدة أن قلة الكاميرات المستخدمة في نقل المباريات هي اللي وراء الأزمة دي في حلقة مفقودة مش بس في حلقة مفقودة يعني إحنا علينا فلوس بس في نفس الوقت هو الفار عامل جدل وعمل مشاكل أكتر ما هو لو تحلت الحلقة المفقودة أنت عارفها فيه اتنين بيكلموا بعض كل واحد بيتكلم بلغة فالتنين مش فاهمين بعض هو غالبا لو الحلقة المفقودة دي وجدت تتحل المشكلة احنا اتفقنا قبل كده أن الفار ده تقنية بتوفرها شركة أعتقد احنا قلنا شركة إسبانية صح اللي مفترض أنه يتحدث الكرة متعاقد معها واللجنة السلسية اللي هي بتتواصل معهم دلوقتي احنا عندنا مشاكل حصلت بسبب الفار في المواسم السابقة تحت إدارة اللجنة الخماسية وبالتالي اللجنة السلسية بتقول إيه لما تصلحوا المشاكل دي نبقى نديكوا فلوسكو شركة بتاعت الفار بتقول احنا ما لناش علاقة بالمشاكل احنا قدمنا التقنية شوفوا المشاكل جاية منين إنه مقرد يكون في عدد كاميرات أكتر في الملعب احنا قلنا عندنا نقطتين مهمين جدا تدريب الحكام ده خلاص يعني مفترضا إنه الحكم اللي بي موجود في قط الفار وأنه مؤهل ده واخد رخصة ممارسة دوره كحكم فار لكن يا بكلم على أولا الإخراج التليفزيوني دي نقطة مهمة جدا وأشرحها لحضراتكم دلوقتي سريعا جدا عشان وقتنا بس وجودة الكاميرات اللي بتنقل جودة أجسل بس عموما يعني مش بس الكاميرات اللي بتنقل في الملعب لأنه حضراتكم من الورد جدا إنه تكون فيه وقعة في الملعب وقعة المخرج المفترض إنه عنده أكتر من كاميرا فبيصورها من كذا زاوية عشان يقدر الحكم من خلال تقنية الفار يروح يشوف اللعبة فتبقى بالنسبة له واضحة فتبقى بالنسبة له سهلة في اتخاذ القرار لو الإخراج التليفزيوني مش على أعلى مستوى أنا مش هقدر أصور اللعبة دي أو أعرض اللعبة دي من زاوية توضح العلامة اللي استفهام فيه وكمان الكاميرات التليفزيونية يعني حتى لو المخرج اجتهد وقدر يقوم بدوره ويصور الواقع دي من أكتر من زاوية لو كواليتي النقل وده لأسف مش موجود عندنا في مصر عشان نبقى متفقين ونبقى واضحين يعني معظم الأجهزة اللي بتنقل وبتعرض ما بتقدمش الكواليتي اللي تخلي اللقطة واضحة فأوقات كتير جدا بنشوف لقطات من زاوية مظبوطة جدا ومفترض أن كواليتي الصورة توضح اللعبة لكن اللعبة اللي أسف شديد جدا مع العرض البطيء لها ما بتوضحش فيه نقطتين رأسيتين الإخراج والنقل التليفزيوني وجودة الأجهزة اللي بتستخدم فيه نقل المباريات ودول احنا لسه متأخرين فيهم لما نكملهم نبقى نتكلم على تقنية فار كاملة متكاملة هل ممكن فعلا اللجنة السلسية ترفض سداد المستحقات لدرجة أنه خلص يتم فعلا وقف تطبيق التقنية من قبل الشركة الإسبانية سؤال أسهل هو فيه عقد هل تم توقيع عقد بين الاتحاد المصري لكوية القدم والشركة الإسبانية المفترض أنها تورد أو توفر تقنية الفار في مصر متهيالي فيه عقود وإذا كان العقود دي موقع وتم إقرارها بالتأكيد فيه بنود واضحة وصريحة خصوصا فيما يتعلق بشروط التعاقد وطرق الدفع وبالتالي أعتقد هنا الموضوع مش محتاج حد عشان يتكلم فيه